حتى بولس الترسوسي شاول الترسوسي هيدا بولس اللي بيؤمن فيه النصاري ان هو رسول راه على عند بلاد العرب فورا وقعد فيها ثلاثة سنين حتى شوفوا شو قال بغلاطية غلاطية الاصحاح الاول العدد 17 ولما صعدت الى ارشاليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق طبعا هذا النص يلي بيقولك احشي كلام غطي الحقائق غطي الحقائق وهيدا هون في تحريف وانا اثبتت التحريف بتقول النسخة الكاثوليكية لنفس النص غلاطية 117 ولا صعدت الى ارشاليم قاصدا منهم رسل قبلي تخيل انت كان عندك رسل موجودين قبلك ما رحل عندهم لا بل ذهبت من ساعتي الى ديار العرب طب ليه لحت يا بولوس لديار العرب حنشوفه نعرف المشتركة بتقول ولا صعدت الى ارشاليم لارى الذين كانوا رسل قبلي بل ذهبت على الفور يا تذكر شغلي يا سمع شغلي فورا راحة لبلاد العرب فورا راحة لبلاد العرب لو تتذكروا قبل شوي جبل سيناء كان من قال عليه هاجر صح؟ حابب تعرف ليه بولوس راحا للعرب؟ يا رات كل منكن ما شاهد الحلقة يلي انا عرضتها تحت عنوان بولوس والعرب فلازم ترجعوا تشوفوا الحلقة وانا اثبت النبوءة يلي نزل فيها سيدنا جبريل على سيدنا محمد وقال له اقرأ قال له ما انا بقارئ قال له اقرأ قال له ما انا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق موجودة بسفر اشياء وانا اثبتت ومن المخطوطات الاديمة للكتاب المقدس المخطوطة الصينائية اسم الكتاب من يهوى الى صهيون من يهوى الى صهيون تمام هيدا بقول هذا الكاتب المؤرخ الفرنسي لوران جوينو من الصفحة 28 عبدأ من هون صفحة 28 جاء الرب من سيناء هكذا يقول الكتاب المقدس بسفر التثنية 33 على العدد 2 والمزامير بـ 68 على 18 خليني افتح اشوف سفر المزامير شو عم بيقول بالفندايك لاحظوا هون فيه تحريف فاصل تحريفي سريع الفندايك شو فيه بتقول مزمور 68 العدد 18 طيب شو بيقول الفندايك شوف شو بتقول صعدتوا الى العلاقة سبيتوا سبيا قبلتوا عطايا بين الناس وايضا المتمردين للسكنة ايها الرب الاله هيدا الفندايك شو بيقول هون شوف المؤرخ الفرنسي لوران جوينو عم يستشهد بالمزامير 68 18 شو دخل الانا عم بقوله او اللي عم بقوله المؤرخ بسفر المزامير 68 على 16 ولا شيء ولا شيء واي كلمة سيناء بالنص مافي عشان تعرفوا التحريف ليه صار تروح على مصدر بتلاقيه عم بوسع لك مدارك عقلك لتروح على مصدر تاني من ترجمي بتلاقيه يقف انه والله هدون محرفين الفندايك محرفي هاي 68 هاي العدد 18 اهو هذا النص الاصلي بألوف من المركبات جاء الرب من سيناء الى المكان المقدس بيكمل المؤرخ الفرنسي لوران دوينو او دوينو بصفحة 28 اين مديان اذا وضعه المؤلف وضعه المؤلفون اليونانيون بالاجماع اهو المؤلفون اليونانيون بالاجماع في شمال غرب الجزيرة العربية على شاطئ الشرقي لخليج العقبة بيكملوا بيقول وحتى بولوس الذي قد ثلاث سنوات في الجزيرة العربية عرف ان سيناء هي جبل في جزيرة العربية عم بيطلب مني عم بيقول اقرى غلاطي 4 على 25 حاضر على عيني ثم رأسي غلاطية وينك يا غلاطية غلاطية 4 25 وجبل سيناء في بلاد العرب اهو يعني انت عارف هذا الشي يا بولوس اه نعم عارف طيب وهاجر تعني ارشاليم الحاضرة التي هي وبنوها في العبودية طيب بيكمل المؤلف شو بيقول لم يكن مؤلفو النص التوراتي صائبون في القرن الرابع فيقولون ان حوريب وسيناء تقع في شبه الجزيرة المصرية وربما لأسباب جغرافية سياسية كانت مصر تحت سيطرة الامبراطورية الرومانية على عكس الجزيرة العربية تحت النفوذ او النفوذ الفارسي لكن وضعت سيناء في النص التوراتي غرب غرب خليج العقبة ولم يكن له اي معنى لان تلك المنطقة كانت دائما ملكا لمصر يعني حتى هو هو عم بقول يا جماعة شو عم تحكوا انتو وهو شوف شو بقوله وقد اكدها علم الآثار بيكمل ووضعت ووضع هاعفن ووضع هذا الاسم منذ ان وضعت الكنيسة هناك على ما يبدو تحت قسطنطين بهالمجمع الله يستر شو كان عم بيسير وشو صار بهالمجمع الله يستر شو صار لسه منتهى لسه منتهى كلامه حكمل كلام المؤرخ الفرنسي لوران دوينوم اذا فلماذا استقر الاسرائيليون هناك او العبرانيون هي هيك او هيك انا هيك ترجمته لماذا استقر العبرانيون هناك عندما طاردهم الجيش المصري وعامل علامة استفهام الامر نفسه ينطبق على رحلة موسى السابقة قاقات المطلوب مركزين نفس كلام اللي انا قلته سألتكن ليه اختار مديان تحديدا وعم يجي اهو المؤرخ الفرنسي لوران جوينو عم بيأكد كلامي وبرسله علبة شوكولات تمام من فريرو الروشير لا المؤرخ الفرنسي بيكمل وبيقول الامر نفسه ينطبق على رحلة موسى السابقة من مصر كقاتل مطلوب بيكمل لا يهم انك اذا كانت هذه القصة الصحيحة ام لا النقطة الاهم اهو الزبد هي ان مؤلفيها ربما لم يكونوا قد وضعوا سيناء وجبل حريب داخل الاراضي المصرية وهذا يعني باختصار انا عم بقول هذا الكلام معناها كلامه هيدا بيأكد تحريف الكتاب المقدس هادي الكلام اللي انا استشهد فيه للمؤرخ للمعلومية عندي مصدرين منه مش مصدر واحد وحرفقهم بصندوق الوصح ان شاء الله